هذا وقام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومرافقوه بتغيير مسار الجولة التفقدية بمحافظة السويس حيث توجه إلى قصر ثقافة السويس وذلك لتفقد أعمال الترميم وتطوير بالقصر والتي توقفت منذ فترة وفي بداية التفقد أكد مدبولي الاهتمام بعودة القصر لممارسة دوره الطبعي في نشر الثقافة وتعزيز الهوية المصرية وتقديم مختلف الأنشطة الثقافية والفنية وفي هذا الإطار كلف رئيس الوزراء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتوفير 50 مليون جنيه للشركة المنافذة للأعمال بقصر ثقافة السويس من احتياطي الموزنة على أن تتحمل باقي التكلفة التي تبلغ نحو 50 مليون جنيه أيضا وزارة التنمية المحلية ومحافظة السويس